اهلا بكم من جديد انطلقت اعمال مؤتمر قمة امازون ويب سيرفرز او سيرفرز الثالث لاستعراض اهم فرص الابداع والنمو في قطاع التكنولوجيا المتنامي في مملكة البحرين ومستجدات البيئة الحاضنة لهذا القطاع الذي يشهد تسارعا ملحوظا المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف عقيدة في مملكة البحرين مؤتمر قمة امازون ويب سيرفرز الذي نظمته شركة امازون لخدمات الانترنت ضمن سلسلة فعاليات عالمية للمرة الثالثة والذي شمل على ورش عمل ومنتديات مختلفة تبحث في اخر مستجدات العالم الرغمي واثرها على اعادة تشكيل الصناعات والقطاعات في ارجاء الدول الخليجية بالنسبة لتدشين برنامج فرص برنامج فرص هو احد برامج سيدي سمو الشيخ ناصر اللي يركز على اعطاء الشباب البحريني الشباب والشابات الفرص للتدريب في الشركات العالمية والشركات المحلية فمثلا توصلنا مع الجماعة الاخوان في شركة امازون على اتفاق استراتيجي ان يأخذون من شبابنا عدد في البحرين وخارج البحرين ويدرسون او يشتغلون على رأس العمل عندهم هناك في اتلانتا وفي بريطانيا في لندن وفي البحرين وقد ناقشت القمة اثر الحوسبة السحابية على تسريع بيات الابداع في مجالات الاعمال وذلك بعد قيام امازون بالبدء في تقديم خدماتها في الحوسبة السحابية من منطقة البنية التحتية التي اطلقتها من مملكة البحرين هذا العام الحوسبة السحابية وسيلة يمكنوا استقلونها لتقليص التكاليف وتطوير انظمتهم بفترة زمنية قصيرة جدا هذه من ناحية توعية الورشة بعد توعيهم بالتقنيات الموجودة التي يمكن يستخدمونها لحل المشاكل الفنية التي يشوفونها عندهم سواء كانت هي مشكلة في البنية التحتية سواء كانت مشكلة في مجال الامن هالدورات توعي الفريق الفني تعلمهم شنو الأدوات التي ممكن يستخدمونها لحل المشاكلين يشوفونها ويشارك في مؤتمر هذا العام قادة من مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص من أرجاء العالم بناء على نجاح المؤتمر في العامين الماضيين حيث شهد أسبوع البحرين للتكنولوجيا 2018 مشاركة ما يزيد على 6600 مسؤول من القطاعين العام والخاص طللنا في مركز الأخبار تفزيزون البحرين وخلال المؤتمر أعلنت جامعة البحرين أنها ستطرح برنامجا جديدا في الحوسبة السحابية لإعداد الجيل القادم من الطلب للوظائف السحابية المطلوبة ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط حيث ستقوم جامعة البحرين من خلال العمل مع مبادرة AWS Educate Cloud Degree بطرح شهادة الحوسبة السحابية مدتها عام واحد وشهادة باكالوريوس حوسبة سحابية كاملة وسيتم إطلاق شهادة الحوسبة السحابية 101 في مطلع العام القادم 2020 لطلبة كليات تقنية المعلومات والهندسة وإدارة الأعمال في جامعة البحرين ومن ثم سيتم طرحها لجميع التخصصات بحلول العام 2021 ونتابع الآن سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر وإلى أسواق المال في بداية تعقدات هذا الأسبوع ومع بورصة البحرين فقد تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.72% مقفلا عند مستوى 1535 نقطة بتراجع لقطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا التأمين والخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم ستة ملايين ومائة وستة وسبعين ألف سهم بإجمالي سيولة تجاوزت مليونين وواحد وسبعين ألف دينار وتم تنفيذ خلال جلسة اليوم مائة وثمان صفقات وجاء في صدارة تدولة اليوم أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية فقد أقفلت أغلب البورصات على تراجع باللون الأحمر نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي تراجعت بنسبة 1.05% وأقفلت عند مستوى 7749 نقطة بتأثير من انخفاض غلبية المؤشرات خلال تدولات اليوم مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على تراجع بمقدار ربع نقطة المئوية تقريبا وأقفلت عند مستوى 6234 نقطة بتأثير من تراجع لقطاع الخدمات المالية سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعت بنسبة 0.44% في أقفال اليوم وأغلقت عند مستوى 5073 نقطة وجاء على رأس الهبوط اليوم أسهم قطاع السلاع الاستهلاكية سوق دبي المالية أقفلت على تراجع بنسبة 0.64% وأقفلت عند مستوى 2869 نقطة وذلك بسبب هبوط أسهم قطاع الاتصالات بشكل رئيسي أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أقفلت وحيدا بارتفاع بنسبة 0.02% وأقفلت عند مستوى 4021 نقطة مع تقدم أغلب مؤشرات البورصة العمانية نمى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من العام الجاري 2019 بنسبة 3.7% ليصل إلى 369 مليار درهم بحسب التقارير الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنفسية والإحصاء واستحوذ القطاع غير النفطي على نحو 69% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لهذه الفترة بعد أن بلغ 254 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 0.3% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تتوقع أن تحقق معدل نمو سنويا يبلغ 8% بحلول عام 2022 وأوضح مدبولي في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية أنهم يستهدفون رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول العام 2022 وقال رئيس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي نام بنسبة 5.6% في سنة المالية الماضية 2018-2019 نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل جهاز أو جهات تنظيمية دولية تستعد لتوجيه أسئلة لفيسبوك عن عملتها الرقمية لبرا وسط قلق دول الاتحاد الأوروبي حول استقرار العملة ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين في القراءة الأولية خلال الشهر الجاري وكشفت بيانات صادرة عن جامعة ميشيغن أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجل 92 نقطة في سبتمبر مقارنة مع 89.8 نقطة في الشهر الماضي وأوضحت البيانات أن ثقة المستهلكين رغم ارتفاعها إلا أنها سجلت ثالثة أدنى مستوى منذ عام 2016 في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من تأثير التعرفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي ذكرت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية أن البريطانيين لجأوا مؤخرا إلى اكتناز الذهب باعتباره ملاذا آمنا وسط تفاقم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكزيت التي قلبت موازين عالم السياسة داخل المملكة المتحدة وتسببت في هبوط سعر الجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية منخفضة وأوضحت الصحيفة أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا هذا العام في مناطق مختلفة من العالم ومن اللافت للنظار في بريطانيا أن شوارع العاصمة لندن تقبع على أحد أكبر الكنوز العالمية من الذهب حيث بات المواطنون العاديون يركنون إلى تعزيز مدخرات مشخصية عبر ادخار المعدن النفيس تجاهلت الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة مما يشكل انتكاسة مبكرة للحكومة المؤيدة لأوروبا في روما وناقش وزراء مالية واقتصاد التكتل خلال اجتماع غير رسمي في هلسنكي تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد بشأن الانفاق العام لكن الدول الرئيسية ألمانيا وفرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء وفق وكلة فرانسيس بريس ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لتحسين وتبسيط معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو التي تنص على أن لا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أفدت صحيفة فينانشل تايمز أن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لفيسبوك عن عملتها المشفرة ليبرا وسط قلق متنام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في 26 بنكا مركزيا من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنكو إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها